احلوت بعض الطلاق وبقت وحدة جديدة خالص وبدأت صفحة جديدة من حياتها مع حبيبها الجديد مش هتصدق البلوجر دالا المهندس اتغيرت ازاي بعض طلاقها ومين هو حبيبها الجديد دعم كبير وجهه المتابعين والفولورز للبلوجر دالا المهندس بعد انفصلها عن جوزها كريم مكرم فمن وقت انفصلها ودالا حياتها اتغيرت تماما ولاحظ المتابعين انها بدأت صفحة جديدة من حياتها سواء في شكلها او شغلها او حتى في حياتها العاطفية فيطرق اللي غيرته البلوجر دالا المهندس بعد الانفصال البداية كانت مع انفصال البلوجر دالا عن كريم مكرم والموضوع ده من كم شهر ورغم انه ما مرش وقت كبير على انفصالهم لكن دالا قدرت تغير حاجات كتير في حياتها من بعد انفصالها فبدأت تعمل دايت ورجيم علشان تخص بعدما وزنها زاد جدا أثناء فترة جوازها قدرت انها تخص 15 كيلو وبقيت عود فرنساوي فقدرت خلال فترة قصيرة تعمل نيولوك تغير شكلها بشكل كبير بعد الطلاق عشان تعمل موفينج اون خاصة بعد طلاقها للدرجة ان المتابعين كلهم قالوا لها انها احلوت جدا بعد الطلاق وانهم بقوا يخدوها مثال لكل 6 قوية قدرت تتخطى الانفصال الصعب خاصة ان دالا لمحت اكتر من مرة ان انفصالها كان سبب الخيانة وده اللي خل المتابعين يدعموها على التغيير ومش بس كده كمان بدأت تطور في شغلها والأتيليا بتاعها علشان يكون شغلها اكبر ودايما متفعلة مع المتابعين من غير ما تتطرق او تقول اي حاجة عن جوازها السابق كمان دالا قدرت خلال كم شهر انها تبدأ صفحة جديدة من حياتها مع شخص جديد يحبه ويحبها بعد تجربتها السابقة في الجواز وبدأت تنشر صوت لهم على سوشيال ميديا وسميته الكنج لكن المتابعين لاحظوا ان دالا مش بتنشر صوته بشكل مباشر علشان المتابعين ما يعرفوش مين هو خاصة انه عايز يحافظ على خصوصية العلاقة بينهم واكدت دالا اكتر من مرة انها مش حابة تقول اسمه انه مش بلوجر ولا انفروانسر زي ما المتابعين متوقعين فقالت دالا في رضها على متابعة بتسأل عن هوية حبيب دالا الجديد مش مخبية ولا عيش حياتنا في السر احنا عايشين عادي بس مش حابين حياتنا تكون على سوشيال ميديا فهيظهر امتى وكلام ده ملوش معادي احنا كده مرتحين لكن المتابعين فضلوا يدوروا وراء دالا لحد معرفوا انه بيلعب كمال اجسام ومدرب جيم وانه مش بلوجر ولا انفروانسر زي ما قالت فعلا وما بيحبش السوشيال ميديا وعامل الاكاونت بتاعه برايفت على انستجرام وكل يوم دالا بتحاول تطم من المتابعين بستوريز ديها على انستجرام وادعية بتنزلها دايما وبتشاركها مع المتابعين فقالت دالا في اخر ستوري ديها بسم الله على قلبي حتى يهدأ حتى يطمئن حتى يأخذ الامان ويبتسم بسم الله على حلمي حتى يأتي وعلى خاطري حتى يكبر بسم الله على نفسي حتى تطيب استودعك نفسي وأقداري وأحوالي وما أرجوها اللهم لا خذلات ولا خيبات فيما هو قادم فيترى حبيب دالا الجديد هيكون هو فعلا العوض لها وهيكمله مع بعض ويتجوزه ولا دالا هيكون لها رأي تاني هنشوف